بسم الله الرحمن الرحيم او بتدعوه ان هو يصحح منهجه خصوصا لو احنا بنتكلم على غير مسلمين لو شخص ملحد مثلا لو شخص مسيحي لو شخص لا ديني لو شخص غير مسلم وانت بتدعوه للإسلام هل ينفع ادعو حد وانا ما عنديش علم كافي بالموضوع اللي انا بدعو الشخص ده اليه في اية همة جدا جدا في القرآن الكريم بتقول بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني يعني ايه الدعوة الى الله على بصيرة جئنا الى الدنيا كي ندعو الى الله لننشر الخير في الكون الذي حارا ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم انوارا وانوارا جئنا الى الدنيا كي ندعو الى الله كلمة بصيرة عبارة عن الشرط اللي مفروض يتحقق علشان اقدر ادعو الى الله الاية القرآنية بتقول قل هذه سبيلي يعني الله عز وجل بيقول قل يا محمد القرآن الله عز وجل بيخاطب النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول له هو قل قل يا محمد قل هذه سبيلي يعني سبيل النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومنهاج النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ايه بقى سنته وايه سبيله قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعن فبالتالي النبي محمد صلى الله عليه وسلم سبيل ومنهجه وطريقه وسنته الدعوة إلى الله الدعوة إلى الله بس كده لا على بصيرة ده سبيله هو ومين هو واللي اتبعوه فبالتالي العلماء قالوا ان الآية دي بتقول ان الدعوة محتاج علشان اقدر امارسها يتحقق شرطين على الاقل موافقة سبيل النبي محمد صلى الله عليه وسلم موافقة سنته موافقة طريقته موافقة اسلوبه وطريقته في الدعوة دي رقم واحد حاجات لازم تتحقق فيا كشخص داعي ورقم اثنين لازم يكون عندي بصيرة علشان ادعو يعني ايه بصيرة كلمة على بصيرة باختصار معناها ان الاشياء اللي انا بكلم فيها الشخص اللي انا بحوره حقائق واضحة جدا عندي كأني اراها رأي العين يعني ما بدعوش لشيء مجهول بالنسبالي ما بدعوش لشيء معرفتي ليها معرفة سطحية لا انا بدعو لشيء انا متيقن منه انا بدعو لشيء انا عارفه كويس جدا أنا بدعو لشيء أنا متمكن منه جدا أنا بدعو لشيء من كتر معرفته له كأني شايف الشيء ده قدامي هذا معنى كلمة على بصيرة الإمام الطبري بيفصر على بصيرة بذلك ويقين علم مني به يعني يقين علم كلمة يقين معناه المسألة دي أنا مش شاكك فيها أبدا المسألة دي أنا متثبت منها جدا المسألة دي أنا درسها كويس جدا والحطة اليقين والثبات والتمكن المسائل دي بتبان جدا في الحوار يعني أنا زعلت جدا جدا لما جي شخص بعتلي رسالة على الخاص قال لي يا عم الشيخ أنا بكلم واحد ملحد ممكن تساعدني في الحوار معاه فسألته سؤال بسيط جدا الشخص الملحد ده انت عاوز تقنعه بوجود الله انت تعرف هل انت تعرف ما هي الأدلة على وجود الله معرفش يصغ لي أدلة واضحة يقدر هو يقنع بيها الملحد بوجود الله وانا مقصودش ان المسلم ده شاكك في وجود الله لأ لان فيه فرق ما بين ان انا عندي ايمان داخلي وراسخ ويقيني بوجود الله لكن ما عنديش اللوجيك ما عنديش المنطق ما عنديش الصياغة ما عنديش الحجة اللي أقدر أقنع بيها غيري بوجود الله فدي مسألة في غاية الأهمية إذا كنت أنا سأدعو شخص غير مسلم بالإسلام لازم أكون عندي الصياغة المنطقية لازم تكون عندي الحجج الواضحة لازم تكون عندي المعرفة القوية الثابتة الراسخة اليقينية علشان أنا أقدر أقنع غيري وهذا الثبات النفسي يظهر في الحوار يبقى كأنه يحس أن المسألة من القلب للقلب وأنا مقتنع بهذا وهو يشعر بهذا ويتأثر بهذا أثناء الحوار القشيري في كتاب لطائف الإشارات بيفصر كلمة البصيرة على إنها اليقين الذي لا مريت فيه والبيان الذي لا شك فيه اليقين الذي لا مريت فيه والبيان الذي لا شك فيه حتة إن أنا أقدر أبين ووضح وأشرح وأنا متيقن من الحاجة اللي أنا بشرحها أمر لابد إنه يكون في الشخص الداعي إلى الله قبل ما يقبل إنه يحاور أي حد في كتاب البحر المديد في تفسير القرآن المجيد بيفصر عبارة على بصيرة على إنها حجة واضحة وبينة من ربي لا من تقليد أو عمى لا من تقليد أو عمى يعني إيه؟ يعني ما ينفعش حد يقول لي يا عم الشيخ ممكن تساعدني في إن أنا أحاور مسيحي أو إن أنا أقبل إن أنا أحاور مسيحي وأنا ما عنديش الثبات والرسوخ في المعلومة اللي أنا بدعو المسيحي إليها يعني إيه؟ يعني أنت مثلا كل معرفتك عن نقد المسيحية أو دعوة غير المسلمين محاضرة سمعتها من الشيخ أحمد داد فبالتالي أنت مجرد سمعت بعض الحجج ما درستهاش كويس ما تعرفش تفاصيلها كويس ما تعرفش إيه الاعتراضات اللي ممكن غير المسلم يعترضها على الكلام اللي أنت سمعته مجرد أن أنت سمعت المحاضرة بتقلد اللي أنت سمعته بتنقل اللي أنت سمعته كوبيو بيست وبتروح تبلغه لشخص مسيحي فييجي المسيحي يعترض مثلا على هذا الكلام اعتراض بسيط أنت ما تعرفش إزاي ترد على هذا الاعتراض وجدت نفسك وقعت مشكلة تيجي تقولي يا عم الشخص عني في الحوار فيه نقطة مهمة جدا فيه فرق ما بين أن أنا أدعو شخص إلى الله وما بين أن أنا أنصح شخص بأنه يبحث عن الحق وهكذا الدعوة مقام عالي جدا جدا ورفيع جدا جدا وأنت بتمثل الإسلام وقتها فبالتالي أنت كشخص سفير للإسلام ما ينفعش أن أنت تمثل الإسلام وأنت لا تعرف الدين اللي أنت بتمثله وأنت مش متأكد ومش متيقن ومش متثبت ومش متمكن من أدلة صحة الدين اللي أنت بتمثله فبالتالي آه أنا ممكن عندي مثلا زميل مسيحي أو زميل ملحد أو أي حاجة ونفس إن هو يدخل إسلام فيه طرق تانية كتير غير الحوار المباشر أقدم له كتاب أقدم له رابط محاضرة أقدم له رابط فيديو أعرفه بالشخص اللي يقدر يحوره بشكل كويس لكن مش أول حاجة أعملها إن أنا أتصدى للحوار وإن أنا اللي حوره ما ينفعش لازم تحقق في نفسك الأداب والأخلاقيات ولازم تكون على بصيرة بالشيء اللي أنت بتدعو إليه أولا علشان خاطر تقدر فعلا تبقى داعية إلى الله على بصيرة الله عز وجل في القرآن الكريم في أكثر من آية بذم الناس اللي بتحاور وبتجادل بغير علم الله عز وجل يقول ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد والله عز وجل يقول ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير والله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم فبالتالي لازم يكون عندك علم خصوصا لو هتجادل في الله لو هتدعو إلى الله لو عاوز تقنع شخص بالإسلام وبالإيمان بالله وهكذا لازم يكون عندك علم ومش بس علم تكون على بصيرة العلم ده يكون قوي إلى درجة كأنك شايف المسائل اللي انت بتدعو إليها رأي العين يبقى الشخص اللي بيدعو إلى الله لازم يكون على يقين لازم يكون على علم لازم يكون عنده حجة واضحة لازم يكون غير مقلد لازم يكون هو نفسه متمكن ودارس وباحث جيد جدا علشان يقدر يدعو إلى الله على بصيرة لو كان الفيديو عجبكم أتمنى تعملوا للفيديو لايك وما توقفش الفيديو عندك أتمنى أن انت تعمل للفيديو شير علشان يستفيد به أكتر عدد من الناس وأتمنى أن انت تشترك في القناة لو ما كنتش مشترك أغلب المشاهدين مش مشتركين اشترك في القناة علشان تقدر تتابع كل فيديوهاتنا القادمة وما تنساش تتصفح القناة علشان تشوف كل فيديوهاتنا القديمة إلى لقاء في فيديو آخر قريب جدا بإذن الله عز وجل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وبركاته